اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَّا يَشْعُرُونَ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا أُسْعَاهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكِ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَقَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِي آبَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِي آبَاءَهُمُ الْأَوَلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّا بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقَّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من جهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي أبدأ من حيث انتهيت في الخطبة السابقة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها طبيعة الإنسان المزدوجة هي جوهر دراما الإنسان ومأساة الإنسان لأنه لا ينطوي فقط على استعداد للخير والتقوى بل هو مجتمل منطوى أيضا على استعداد للفجور والعصيان للشر والتهديم والتهويم السير بلا خطة والسير في ضلال على غير هدى والسير بلا انضباط وكل أولئكم بعض معنى الفجور من قولهم فجر الراكب إذا مال عن سرجه فالفجور أصله الميل وبعضهم كأبي هلال العسكري قال الأصل الفجور من أفجرت السد السد الذي يبنى على النهر ومعنى أفجرت السد أي حفرت فيه أو نقبت فيه نقبا عظيما فانبعث الماء منه كل منبعث فانبعث الماء منه كل منبعث ثم عقب أبو هلال رحمه الله فقال فكما لا يقال لمن أفجر في السد شيئا صغيرا إنه أفجره لا يقال أيضا لمن أتى ذنبا صغيرا إنه فاجر إنما الفجور مقتص بالذنوب العظائم بالذنوب الكبائر ولذلك إذا اجتمع الفسق والعصيان والفجور فأبشعها وأشنعها الفجور يلي الفسق وأدناها العصيان وأدناها العصيان هذا إذا اجتمعت أما إذا تفرقت فقد يبدل بعضها من بعض ويحل بعضها محل بعض كما هو الاستعمال ونفس وما سوها فألهمها فجورها وتقوها من أخطر أحبابي في الله ما لاحظه من أشكل عليهم الإنسان وكما قال مرة أبو حيان التوحيدي إن الإنسان أشكل على الإنسان التراث الإسلامي سابق بمراحل في الزمن وبمراحل في الأطروحة أيها الإخوة على التراث الغربي وربما سواه في أشكلة الإنسان قضايا الإنسان قضايا مركبة معقدة بلا شك والإنسان أشكل على الإنسان فوقف الإنسان يدرس نفسه وقف الإنسان يسائل نفسه وقف الإنسان يقارب ذاته ويحاول أن يعي ذاته لا يأخذ كل شيء مأخذ المسلمات مأخذ المقبولات مأخذ ما يرتاح هو إليه ما يشعر بأنه يناسبه أو يلائمه أو ينسجم مع أهدافي ورغئبه وأغراضه الإنسان أشكل على الإنسان من ضمن هذا الإشكال الواسع الممتد بل الشاسع المهول أيها الإخوة والأخوات هذه الليونة، هذه اللدائنية، هذه المطواعية المقلقة والمخيفة بل المرعبة لدى الإنسان ماذا أريد بهذه الليونة أو المطواعية؟ أريد أيها الإخوة أن أقدس القديسين أصلح الأولياء قد يهوي قد يهوي ليس بالضرورة أن يبقى حتى النهاية أقدس القديسين وأصلح الأولياء بين مجدوجين لا يستثنى إلا المعصوم، الأنبياء فقط من عدى الأنبياء ليسوا بمعصومين ولذلك يمكن أن يهوي هذا القديس، هذا الولي، هذا العارف بالله من حالق فينتهي به الأمر يوزع رجاء أيها الإخوة أو حتى، ماذا أقول، إنساناً محقوراً في السماوات وفي الأرض والعياذ بالله وهنا لن أطيل عليكم بتذكيركم بآيات الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى أن يقول الله تبارك وتعالى في نعته والعياذ بالله له من نعت ومنعوت أبعده الله من نعت ومنعوت فمثله كمثل الكلب بعد أن بدأ ولياً من أولياء الله أيها الإخوة قيل يتوفر على معرفة الإسم الأعظم انتهى به الأمر أكرمكم الله كلباً مخسئاً كلباً خاسئاً إن تحمل عليه هذا أخطر وعلى فكرة أعظم الفلاسفة والأدباء أيها الإخوة والفنانين والمفكرين درسوا هذه المسألة وأرقتهم جداً وحري بها أن تؤرقني وأن تؤرقكم وأن تؤرق كل أحد ليكون السؤال أيها الإخوة الذي ينطرح ويثور في وجه كل واحد مننا في كل مرة وكل حين ليت شعري إلى ما أنتهي كيف سأنتهي هل سأواصل مشواري سفري في تحسين نفسي في تعظيم نفسي في مباركة نفسي في إصلاح نفسي في تهذيب نفسي أم أنني أيضاً سأهوي مع من هوى والعياذ بالله؟ ريني ديكارت هو صاحب العبارة المشهورة أقدس القديسين يمكن أن يرتكب أشنع الجرائم أي وينتهي به الأمر شيطاناً مريداً عفريداً عتياً مطواعية الإنسان شيء مخيف يا إخواني طبعاً على نطاق ضيق وبسيط يمكن أن يلحظ الإنسان هذه المطواعية في إطار بعض العادات في أشياء معينة أنت الآن لا تطيقها لا يمكن أن تطيقها لكن بعد حين خاصة إذا لزدك واضطرتك الظروف اضطرتك الظروف إلى التعاطي مع هذه العادة قد تتعاطاها ثم وبعد ذلك تنسجم معها تماماً ولعلك لا تعود تسأل نفسك عجيب غريب أمري كل الغربة كيف كيف طاوعتني نفسي كيف لا نع قيادها بين يدي وصرت أتعاطى ما كنت لا يمكن أن أتصور مجرد تصور أن أتعاطى هذه مطواعية الإنسان مطواعية الإنسان لذلك انتبهوا هذه المسألة مهمة جداً أيضاً في الحكم على الآخرين لا ينبغي أن نعنى كثيراً بالحكم على الآخرين أن نطلق فقط الأحكام كم وكم تكلمت في هذا الموضوع لكن من هذه الزاوية أيضاً ينبغي أن نعيد التذكير انتبهوا لا ينبغي أن نحكم على الآخرين وأن نهتم كثيراً بالحكم على الآخرين لماذا؟ لأننا مرشحون أن نكون كالآخرين منطق الحكام على الناس لو كنت مكانه أعوذ بالله ما تصورت أن أفعل فعله منطق خاطئ مبتدأاً ومنتهى لست مكانه كيف يمكن لك أن تطلق مثل هذا التقرير؟ لو كنت مكانه لم أكن لأفعل فعله بل كنت لأفعل عكس فعله تماماً ولا أكونن من الصرحين أنا لك هذا كيف؟ كيف أعرفت؟ أنت الآن لست مكانه أنت الآن فقير أنت الآن فقير معتاز مثلاً تتعاطف مع الفقراء تتعاطف مع الفقراء ترق للمساكين، للمحاويج للمعدمين من الناس أهلاً وسائل، شيء جميل تكره كبرياء الأغنياء وترفع الأغنياء على هؤلاء المحاويج المساكين لأنك فقير وهذا مفهوم تماماً لكن ما أدرانا لو كنت غنياً صرت غنياً أنك تتخلى بل تكفر بهذا المنطق أصلاً ورأساً وتعود تفكر كالأغنياء الآن كبعض الأغنياء طبعاً ليسوا كل الأغنياء كبعض الأغنياء وربما بطريقة الشرس وأكثر قسوة منهم ربما أيضاً تزيد أو تزداد تعاطفاً مع الفقراء لا أحد يدري المسألة في حيّز الإحتمال لا أنت تدري ولا أنا لا يدري هذا إلا الله تبارك وتعالى فقط وحده الذي يدري ماذا كانوا فاعلين الله عز وجل الله الذي يعلم لو أنه وضعك في الشرط الفلاني في الظرف الفلاني ما عساها تكون استجابته وحده يعلم هذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الله يعلم هذا أنهم سيعودون نحن الآن أعلم هو الذي يحلم ولا أحد يجوز له أيضاً أيها الإخوة أن يقتصب هذه الميزة الفريدة من مزايا الله عز وجل هذه لله وحده هذا المنطق باطل تماماً لو كنت مكانه ومنطق استعراضي أيها الإخوة ومنطق فخور مزدهن لا يرق بالمؤمن المتواضع ولا بالإنسان الواعي بذاتي ولا بالإنسان الواعي بذاتي هذه مسألة خطيرة جداً مرونة الإنسان لدائنية الإنسان مطواعية الإنسان أيها الإخوة ولذلك لذلك طبعاً والسر فيها ألهمها فجورها هذا هو السر أنه ملهم الفجور عنده لياقة فطرية طبيعية عنده استعداد طبيعي فطري أن يكون شيطاناً مريداً أن يفعل أخص الجرائم وأبشع القبائح أن يقترف كل عظيمة ولا يطرف له جفن ويعيش ويموت على هذا ممكن جداً وتقواها هنا يأتي وهنا انتهينا في الخطبة السابقة تقريباً دور الثقافة على المجتمعات الواعية وأعتقد أن هذه المهمة بل هذه المهمة التحدي تقف ضمن المهمات الأوائل التي لها أولية وأولوية في المجتمعات حتى الدينية ربما بالذات الدينية رقم واحد لماذا؟ لأنه حين ينجح المجتمع المتدين في إنجاز هذه المهمة ينجح في برهنة أن دينه دين صالح وأخلاقي ودين أيها الإخوة يحترم جدير بالإحترام وإلا يفشل حتى الدين في رسالته انتبهوا يفشل الدين حتى هنا في رسالته هذه المهمة التحدي أن نكون ثقافة أن نبني ثقافة هذه الثقافة تظاهر تترجم أيها الإخوة وأحياناً بل في أحيان كثيرة بشكل مؤسساتي هناك نطف كثيرة جداً كالأداب والفن والفكير والسياسة والخطاب الديني وغيري 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 وتستخدم كل الوسائل ثقافة شأنها شأن الثقافة ثقافة ماذا؟ يمكن أن تدعى بمزاج قرآني ثقافة تقوائية فألهما ليس الثقافة فاجرة ثقافة تقوائية وإذا ذهبنا نستقري كتاب الله ونستشيره في كل الموارد التي وردت فيها لفظة التقوى ومشتق منها وجدنا أن التقوى تغطي كما نبهت غير مرة أيها الإخوة تغطي موضوعات وشؤون قد لا يخطر على بال حتى بعض المتدينين أن التقوى مسيسة العلاقة بها التقوى أوسع بكثير من أن تترجم نفسها فقط في الصلوات وفي الطقوس وفي الزخار في حيانا الدينية لا هناك أشياء أبعد من هذا بكثير هناك أشياء أبعد من هذا بكثير في رأس هذه الأشياء أيها الإخوة ما فرغنا للتو من التنبيه عليه والإلماع إليه وهو ماذا؟ وهو أن تتعاطف مع أخيك الإنسان حتى لو كان خاطئاً حتى لو كان غالطاً وفرخ كبير بين التعاطف مع المجرم مع الغالط مع الخاطئ مع المخطئ وبين التعاطف مع ماذا؟ مع الخطأ مع الجريمة مع الغلط الذي يتعاطف مع الجريمة يُرسل رسالة في منتهى الخطورة أنه مشروع جريمة قد يتكشف قريباً قد يتكشف قريباً عن مجرم مخيف مرعب لا تعاطف مع الجريمة للأسف بعض المفكرين بعض الفلاسفة بعض المنظريين يتعاطفون مع الانحراف مع الجريمة مع العتوب هذا شيء خالير جداً مفسد للمجتمع مفسد تماماً للنظام القيمي في المجتمع لا 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 نحن نتحدث فقط عن التعاطف مع المجرم تعاطف مع المجرم مع الغالط مع الخاطئ وندعو له بالهداية ونرجو له الخير في الدنيا والآخرة لا نبخل عليه بهذا التعاطف لكن هذا رهم بماذا؟ باتساعنا الإنساني هل نحن وسيعون؟ هل لدينا هذا الاتساع الإنساني؟ تيرانتس يكتب مرة هذا العبد الروماني الذي أصبح أديباً كبيراً وخلف لنا ست مسرحيات كوميدية عجيبة والمسرحيات الأخرى ضاعت غريقت في البحر تيرانتس كتب يقول أنا إنسان فلا غرابة فلا غرابة أن أتفهم كل ما هو إنساني أنا إنسان أعرف كيف يضعف الإنسان كيف يخاف كيف يجبن كيف يتحطم ويتهشش كيف يتراجع أعرف لأنني إنسان وماذا يقول إنه ليس إنساناً؟ ملاك مثلاً أستغفر الله أو إله زائف لا يتطرق الخطأ إليه ولا الغلط ولا إرادة الشر وأن باطنه كظاهره أيها الإخوة صورة واحدة للطيبوبة للطيبة والبراء والطهار والكمال مستحيل هذا ليس الإنسان الإنسان لا يكون كذب هذا كذب إذا ترى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما أصدقهم ما أصدقهم مع أنفسهم والذي يصدق مع نفسه يصدق مع الكل يصدق مع نبيه مع ربه مع إخوانه مع الجمهور أبداً لأنه صادق مع نفسه حر والصادق لا يكون إلا حراً ننتبه والعبد لا يمكن أن يكون صادقاً المستعبد في باطنه لا يمكن أن يصدق هذا تحتاج إلى توضيح على كل حال حين كانوا يأتون ويصرحون بين أيدي رسول الله يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يفضل أن يحترق ويصبح فحمة فحمة أيها الإخوة يتفحم على أن يفوها به يصرح به يقولون تأتينا شكوك عجيبة أفكار وريب غريبة جداً يا رسول الله لكنهم ينفونها ولا يسترحون إليها والنبي طمنهم قال بل ذلك صريح الإيمان الشيطان ينوشكم الشيطان كانوا صريحين كانوا صريحين إذن أيها الإخوة نأتي إلى معنى الاتساع نحن في هذه الخطبة بعون الله تبارك وتعالى وربما في خطبة أخرى نريد فقط أن نلفت إلى بعض المسائل التي ينبغي أن تُعنى بها الثقافة المنشودة الآن المجتمعات العربية والإسلامية كلها من عندها آخرها مدعوة وبلا استثناء إلى إعادة بناء ثقافتها لا تُأخذ الثقافة أيها الإخوة مأخذ المسلمات مأخذ المقدسات هذه ثقافتنا معطوبة فيها أشياء معطوبة كثيرة فيها لطخات سود كثيرة ينبغي أن نهدم ونبني من جديد أشياء معينة نتخلى عنها لكن لا وعظاً وتنظيراً كثقافة كما قلت لكم وأفضل شيء أن تتمأسس فتُصبح هذه الثقافة إن جاز أن نسميها الثقافة الوسيعة أو الاتساعية بكل ما تشتمل وتتضمن من معنى الرحمة والكرام والمسامحة والتفاهم والتعايش والتسامح والآخره ثقافة بنيوية هيكلية ممأسسة أيها الإخوة كالذي يتكلمون عنه من العنف الممأسس العنف البنيوي لا يُصرَّح به أيها الإخوة لا يُعطى ضوءاً أخضر هكذا في الكلام لكن مؤسسات اجتماعية كثيرة تصدر عنه تعززه بطرق خفية من الصعب حتى أن تلاحق قانونياً في معظم الحالات هكذا ينبغي أن تكون الثقافة عادة الممؤسسة ثقافة اتساعية ثقافة اتساعية أنا أرى أحبتي في الله إخواني وأخواتي أن في الاتساع معناً إلهياً لا يتسع هذا الاتساع الملمع إليه إلا إنسان علاقته بالله عظيمة وهو لا يزال يطوي المراحل إلى الله تبارك وتعالى يكتح إلى الله كتحاً إنسان ينمو ويتطور وبالحري أن يتناسخ وأن يتناقض لأنه عالم حي نام عالم حي نام الجامد أيها الإخوة لا ننتظر منه لا تناقضاً ولا تناسخاً ضع حجراً أو قطعة حديد ثم عُد إليها بعد سنة تراها كما هي في نفس الوضعية وبنفس الوضعية أما الإنسان إن وجدته بعد سنة وحياناً بعد عشرين سنة هو كما هو بنفس الوضعية وفي نفس الوضعية سأعلم أن هذا غير نام هذا فقد ليس حتى إنسانيته فقد حياته دون أن يجعر هو يأكل ويشرب أيها الإخوة لكنه ليس حياً بمعنى حياة الروح والوعي حياة الروح والوعي هو ميت جامد المسكين ولذلك ينكر عليك أنك تتناسخ أنك تتناقض تنكر علي فخري هذا فخري لأنني حي أنمو وأتطور طبيعي أنمو وأتطور في هذا الاتساع أحبتي في الله معنى إلهياً لأن الله تبارك وتعالى أولاً وآخراً وهو الأول والآخر هو الواسع العليم وهو أوسع واسع أوسع واسع وسع عباده كلهم أيها الإخوة فبعد إذ خلقهم يرزقهم ويرعاهم على أن منهم من يكفر به ويلحد فيه في ذاته وأسمائه وصفاته ثم يبسط لهم أيها الإخوة يبسط لهم التوبة يبسط لهم يده لا إله إلا هو بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار إلى أن تشرق الشمس من مغربها إلى أن تبرز وتنبعث هذه الآية التي لا ينفع معها إيمان نفس لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً إيش السعى العجيبة جداً طيب لو تاب الإنسان قبل وفاته بدقائق على أنه عاش سبعين سنة في الإلحاد والعتو والفجور يقبله ويدخله الجنة ما هذه السعى لا إله إلا الله سعى عجيبة جداً سعى عجيبة جداً فالإنسان الذي يتسعى الآخرين ويبسط لهم فرصة أيها الإخوة ليتغيروا ويتحسنوا ويتوبوا ويبنوا من جديد هذا فيه معنى إلهي هذا إنسان رباني لذلك كما قال عارفون بالله عرفنا الله به ودلنا عليه أعرف الخلق بالحق أرحمهم للخلق بقدر قربانك بقدر قربك من الله تبارك وتعالى ومعرفتك بالله تكون ماذا؟ متفهماً أكثر متسامحاً أكثر متغاضياً أكثر تغفر وتسمح وتتغاضى وتدعو بالخير في المقابل هناك الضيقون والضيقون جداً روحهم إبليسية ملهمهم الأكبر إبليس وليس الرحمن لا إله إلا هو إبليس إبليس الذي أقسم لعنة الله تعالى عليه وجعل وقده وهدفه وغايته أن يضلنا أجمعين إلا من استخلص الله برحمته لرحمته منا أين هم المخلصون باستثناء هؤلاء هو أقسم يعني راسه وستون سيفاً كما يقول عوام إلا إيه؟ يغوي حباد الله لحنة الله تعالى عليه طبعاً ضيق جداً بعض الناس فيهم من هذا الضيق ألوانعات هذا طيف واسع جداً 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 تعرفون؟ بعض الناس يبلغ بهم واللؤم أيها الإخوة أنهم لا يتسعون أن يجودوا مما ليس في أيديهم وليس لهم على عباد الله ممن تربطهم بهم حتى علاقة صديق أو جار أو أخ أو قريب كيف يعني؟ كيف هذا؟ ما هو الضيق هذا؟ نعم إذا ذهب يدعو لنفسه دعا ما شاء الله بما فتح الله يدعو بالمال وبالعز وبالعلم وبالجمال وبالأولاد وفي الدنيا وفي الآخرة ولأولاد أولاده وذريات ذرياته جميع أنت تطلب من إيه؟ من الواسع الكريم لا إله إلا هو لا يغيض يده فهي سحاء الليلة والنهار لا يغيضها شيء لو أعط جميع الخلاق كل ما طلبوا لم ينقص كما في الحديث المشهور جدا في السنن مما عنده شيء إلا كما ينقص المخياط والإبرة إذا أدخلت اليم هل تأخذ منه شيئا؟ هذا ملك الله لا إله إلا هو لكنه إذا ذهب يدعو لأخي أو صديقي أو جاره يدعو له بأقل مما دعا به نفسي لؤم عجيب جدا كأنه لا يتصور كيف أدعو له بمثل ما أدعو به لنفسي يا رجل هل أنت تنفخ من جايبك؟ تنفخ من كيسك يا رجل أدعو له أن يكون مثلك لن أفترض أنك فعلا ملائكي نزعة ستدعو له بأن يكون أفضل منك لن أفترض هذا لست مغفلا لكن على الأقل أدعو له بأن يكون مثلك في العلم في الصلاح في الأولاد في الزوجة الطيبة في النعمة في العمل الصالح في الدنيا والآخرة ولهو لأولاده وذرياته كما تدعو لنفسك ليس بأنقص قيدة ملاء لأنك إنما تحيل على المليء لا إله إلا هو أنت لا تحيل على كنزك يا رجل لكن الله عز وجل لفتنا نعم الآن لا نحتاج إلى من يرفته الله سبق ولفتنا إلى هذه النزعة الشحية نزعة قطورة نزعة الضيق وكما قلت هي مستلهمة من إبليس إبليس هو الذي يغذي هذه النزعات تعانى الله تعالى عليه وليس الرحمن الواسع الكريم لا إله إلا هو قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا الله يقول لو أنا ملّكت أحدكم مفاتح خزائني خزائن الله هل تنفذ؟ ما عندكم ينفذ وما عند الله؟ خزائن باقية قال لن تنفقوا سيموت العباد بالشر جوعاً وعطشاً وعرياً تقول لا لا أعطي هذا وهذا وهذا ماذا ليبقى؟ يا أخي عندك خزائن رحمة الله هذا الإنسان فأعوذ بالله مني أعوذ بالله من الإنسان إذا كان ضيقاً مثل هذا الضيق لكن في المقابل انظروا ويتحدثون عن الإيمان وعن الدين هذا هو الدين هذا هو الدين وهذا الذي يمكن أن يعطيه الدين الدين أيها الإخوة يحمل صاحبه صاحب الدين الحق على أن يعطي من لا يعرف لا يعرفهم لا يعرف أسماءهم ولا أنسابهم ولا عنوانات سكنهم أيها الإخوة يعيشون في بلدة أخرى بل في قارة أخرى يعطيهم من ماله وعرقه يُرسل إليهم عبر آخرين عبر أي أسلوب من الأساليب ولا يدري لكن يعطيهم ولا يحب أن يعرفهم أنا أقول لكم المتدين الحق الرباني لا يحب حتى أن يشكر والله يدقل عليه الشكر أن تقوله جزاك لا يحب هذا لا يحب هذا وسوف نرى لماذا لا أحب لا أحب أن تشكرني وأن تقول إن كان من شيء فهذا لك لكي تنفي عن نفسك الجحود والعقوق أدعوا لي بظهر الغيب أدعوا له بظهر الغيب أدعوا لها التي أعطتك بظهر الغيب لكن لا تأتي وتشكرني في وجهي لا أريد هذا لا أحب ويثقل علي لماذا؟ شيء عجيب هذا غريب جداً في المؤمن أيها الإخوة كيف يتسع هذا الاتساع؟ ثمت أثر ربما لم نسمعه من سنين طويلة ذكرناها قبل سنين لكنه مفيد جداً استدعائه في هذا المجال وهو أثر ابن بوريدة الذي يقول فيه شتم رجل عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أحد السفهاء الناس شتم هذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله وجبل العلم وترجمان القرآن شتمه فقال له عبدالله ابن عباس وانظروا إلى الجواب شيء عجيب هذا الفرق بين الإنسان الراقي والإنسان الذي يترقى يفتعل الرقي يمثل أيها الإخوة الإنسان الذي يمثل أيها الإخوة بلا شخصية بلا جوهر شخصية الآن هو راق استفزه بعد ساعة يخرج لك منه إنسان آخر تماماً لأنه ليست هكذا شخصيته ليست ثابت على هذا الأساس هذا يمثل يفتعل الرقي الراقي راقاً في كل أحواله شتم فقال له إنك لتشتمني يا أخي وإن لفي ثلاثة خصال وإن لفي ثلاثة خصال كأنه يقول له حق من اتصف بهذا الخصال ألا يشتم انظروا إلى الخصال خصال الاتساع تماماً قال الأولى أني أمر على الآية من كتاب الله تبارك وتعالى فأعلم فيها علماً أي بما يفتح الله تبارك وتعالى عليه فأود أن يعلم الناس كلهم منها ما علمت الله أكبر الله أكبر حب الخير للناس لا يحب أن يستأثر حتى يقال هذا ماذا أيها الأخوة من اجتهاده هذا من إبداعه هذا من سبقه قضية صحفية أصبحت سبق صحفي لا 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 يهمه أن يقال هذا علم ابن عباس هذا فهم ابن عباس هذا تفسير ابن عباس لا يهمه هذا في هذا المهيع الواسع أيها الأخوة جرى إمامنا الشافعي الذي قال عبارة عبارة هز كلما تذكرها المرء والله تهزه لأنها تضعه في حجمه وتذكره بالمدى الذي أوغل فيه في الصدق كم نحن صادقون لقد وددت أن الناس اتفعوا بعلمي هذا ولم ينسب إلي منه شيء شيء عجيب والآن الناس يغضبون إذا سرقت منه مقولة أو شيئاً يغضب جداً يقولك هذا علمي على كل حال هذا في العلم الدنيوي هذا شأن أهل الدنيا ليس شأن أهل آخرة ليس شأن أهل الدين ليس شأن الذين بنوا معاملتهم على الإخلاص لله وإكتفوا بعلم الله الله هو الذي يعلم هذا لمن وهذا على من هو الذي يعلم على كل حال قال والثانية أني أسمع بالحاكم والمقصود بالحاكم القاضي في اللغة وفي لغة الشرع الحاكم أيها الإخوة ليس حاكم الدولة القاضي دائماً كلمة حكم أو حاكم عنها القاضي أني لا أسمع بالحاكم أي بالقاضي يعدل في القضية فأدعو له أفرح أن هناك حاكم قاضياً عادلاً أيها الإخوة أن هناك قاضياً يعدل فأدعو له ولعلي لا أقاضي إليه أي أبداً ربما لا أحتاجه أن يقضي في أمري مع أحد أخصامي أبداً لكن أفرح أن هناك عدل انظروا عشق القيم هذا الاتساع والثالثة وهي الأخيرة وإني لا أسمع بالغيث ينزل ببلد من بلاد المسلمين فأفرحوا أي به بنزولي فأفرحوا به وليس لي فيها من سائمة ليس عندي ماشية ترعى أيها الإخوة في هذه البلاد التي طرقها الغيث صيب السماء لكن أفرح أفرح بالخير للناس وناس آخرون يحتاجون هذا الغيث الحمد ساعة عجيبة على فكرة مثل هذا الأثر يجعلنا نقف هكذا لنتساءل هل معنى التسلف يقول لك على طريقة السلف هو سلفي هل معنى التسلف ما نرى ونسمع أو بعض ما نرى ونسمع أم هذا هو التسلف من أراد أن يكون سلفيًا فلتكن لديه مثل هذه الخلائق هذا هو معنى أن تكون كالصحابة أو تحاول طبعا مستحيل أن تكون مثلهم لكن تحاول تحاول أن تقتدي بالصحابة والتابعين ليس والله ليس في تطوير اللحى يا أخواني والجلاليب والمساويك والله ليس في هذا في هذا تماما هذا الذي جعلهم عظم الناس وأشرف الناس وأكرم الناس وأقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى هذه المعاني حصر معنى التسلف أيها الإخوة في بعض الزخارف وفي بعض القشور هدر لإنسانية هؤلاء العظماء تقزيم لإنسانيتهم لم يكونوا أقزاماً كانوا فعلاً أهرامات كانوا شوامخ بهذه الإنسانية بهذا الفهم للدين حديث النبي عليه الصلاة وأفضل السلام الذي يقول فيه لأصحابي ألا أخبركم بشراركم شر المسلمين من هم؟ الضيقون الذين لا يتسعون ضيقون أنانيون قالوا بل يا رسول الله قال الذي يأكل وحدا لا يضيف أحداً لا يحب أن يأكل معه من طعامه أو يصيب من طعامه أحد لي يقول لك لي يعبد الأنا فقط كل شيء لي وعندي وبي وأنا شيء مقلق ومقرف أيضاً صداقة لا أعز النفس من هذا الإنسان الذي يأكل وحدا ويجلد عبدا قاساً قاساً ليس عنده رحمة لا يشعر بالآخرين طبعاً أين يشعر؟ قاسي يجلد عبدا ويمنع رفدا لا يعطي أحداً شيئاً ليس لحكاية قد الأكل فقط لا لا أي شيء آخر يمنع رفده لا يعين ما يبض بك قال هذا شر المسلمين أن يقول هذا شر المسلمين ثم أخبرهم بمن هو شر منه الذين لا يقبلون معذراً ولا يقيلون عثراً إذا اخطأت في حقه ثم جئت تعتذر لم يقبل منك إذا عثرت لم يشتر عليك لم يمشيها لم يغضي يقول عثر عثر أرأيتم كيف عثر؟ أرأيتم فضيحته؟ ماذا فعل؟ ماذا قيل فيه؟ الله 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 ما هذا؟ والعياذ بالله شرير روح شيطانية ملهم شيطانياً وليس رحمانياً فمعنى الاتساع لا بد أن نتسع يا إخواني لا بد أن نبني ثقافة اتساع لا بد أن نحدد ديننا طبعاً الدين غير التدين أنا أقصد التدين طبعاً يعني طريقة فهمنا وتعاطينا مع الدين الدين النص الدين في مستوى النصوصي لا بد أن نحدد تديننا بهذه الطريقة الاتساعية الإيجابية بعد ذلك المقابلة تأتي من تلقائها وهي فاعلة جداً في ميدان التربية بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك إذا حددت تدين فهم على أنه هذا الاتساع الجود الكرم التسامح أيها الإخوة المحبة كل معنى الاتساع وهي كثيرة جداً ثم بعد ذلك رأى طفلك ابنك صديقاً له يخص على الآخر سيقول له أنت مسلم؟ هذا دينك مقابلة جيدة جداً هكذا ليس بلا لحية أنت مسلم؟ بلا لحية ومسلم جيد جداً أيضاً ليس شيئاً خطيراً لك أن يقصوا على عباد الله أن نذكره هل أنت مسلم؟ الإسلام لا يكون هكذا الإسلام رحمة إنسان متعنت متعصب متعصب أيها الإخوة بالباطل أيضاً لأنه متعصب يتعصب لطائفته لشيخه لحزبي لجماعاته لأهل بلده ولا يمكن أن يرى أخطائهم ونقائصهم لكن يرى القذاء في عيون الآخرين ممن يعدهم أخصاماً قذاء يراها ويجعل من الحبّة قُبّة لكن الجذع كما قال السيد المسيح عليه السلام في عين طائفته في عين شيقه في عين إخواني لا يرى عادي والله أكثر من جذع والله فضائح وبوائق وعظائم لا يحبو أن يرى الله عادي عادي أحياناً فضائح يخجل منها الإنسان العادي غير المسلم يخجل منها يقول لك تطور الرجل متطور يفعل هذا يفعل هذا المتقدم شيء عجيب شيء لا أخلاقي بالمرة بالمرة يقبلون تعاصق لا يمكن أن يكون المسلم كذلك المسلم عادل إن ربي على صراط مستقيم لماذا؟ لماذا توكّل عليه النبي الصالح؟ توكّل عليه وقال هو حري لا إله إلا هو هو قمين وخليق بأن يتوكّل عليه لماذا؟ لأنه على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم كيف؟ يعني أنا توكّل عليه لأنه على صراط مستقيم ما مع هذه الآية؟ من سورة هود معنى هذه الآية أن الله حقيق وهو الحق لا إله إلا هو ولا أحق منه بأن يتوكّل عليه ويفوّض الأمر إليه ويعتمد عليه ويوثق به الثقة المطلقة لأنه على خطة عدل دائماً لا إله إلا هو لا يتحيّف لا يظلم الله لا يمكن أن يظلم كافراً لصالح المسلم يقول لك أنت مسلم؟ لا يوجد مشكلة هذا كافر كلهم عباده كلهم عبيده حسابهم على كفرهم وإيمانهم في الآخر انتبه وبعض يُعجّل في الدنيا والعدل عدلهم في المسلم وفي الكافر وفي الملحد في كل أحد فإن ربي على صراط مستقيم إذن في العباد إذا أردت أن أضع ثقتي بأحد من هو؟ من أجدر الناس أحق الناس أن أضع ثقتي به؟ العادل الذي يحكم ولو على نفسه يقول أنا أولى بالملام أنا البادر أنا الذي أخطأ أنا الذي تجاوزت حدي هذا أثق به هذا أتخذه سنداً وأخاً وحرزاً وكنزاً وإلا لا عدل لا ثقة لا ثقة إن ربي على صراط مستقيم إذن هذا الاتساع هذا الاتساع في المقابل أيها الإخوة ذاكم الضيق ذاكم الضيق فعلاً الذي تضيق النفس حتى عند سماعه فضلاً عن استعراض مُفرداته خطر لي بالأمس سؤال عجيب ما الفرق بين القاتل الذي يخطر والهياذ بالله أعظم الجرائم بعد الشرك بالله بين القاتل وبين الذي يدعو بالموت تقريباً لا فرق وقد يكون الذي يدعو شراً عند الله من القاتل كيف؟ شيء خطير طبعاً شيء خطير جداً فكرت وجدت من خلال التجارب في الحياة ومن خلال ما نقرأ ونسمع بعض الناس يسير في الخطة السوق في خطة الجريمة والانحراف والفجور حياته كلها لكن لا تتخطى جرائمه التجيل الخداع النصب أكل بعض أموال الناس ويعيش على هذا يبدو أن قدرته على الشر محدودة هذا مجرم محدود لا يستطيع أن نفتح بالكم هناك خير هناك بقايا الخير هذا المسكين لا سأل الله له الأمثال هي الهداية انتبهوا لكن في المقابل هناك صنف من الناس يتورع أن يأكل فلساً واحداً من أموالك لا يمكن لا يفعل هذا مطلوب هذا من دلائل الإيمان لكن انتبهوا نأتي الآن إلى شيء مراقض تماماً لو أكلت منه فلساً واحداً لو تعديت على طرف بسيط جداً من حقوقه يتمنى لك الموت ويدعو الله عليك بالموت ويبدأ ليلنا الله دمره اللهم حرقه هذا فاجر أيضاً وملحد في أسماء الله وصفاته وهذا التذكير بخطبة إلحاد المؤمنين كلها كانت تدر على هذا المعنى الخطير يجب أن نفهم هذا وأن نربي عليه أولادنا نقول له واضح من دعائك أنك رجل ما عرفت الله أو امرأة ما عرفت الله لحظة لا يمكن أن يجوز نفسه ويتسامح بأن يدعو على من ظلمه أيها الإخوة قيراطاً بأن يدمره الله مليون قيراط ظلمك في مليم وأنت تدعو عليه بهلاك الدارين في الدنيا والآخرة وأن الله يفعل به وربما أنا سمعت هذا بأذني سمعت من بعض الناس والله يدعو على ذرية من ظلمه أقول له لماذا يا أخي؟ لماذا تدعو على أولاده؟ وقال هكذا هو وأولاده طبعاً الحمد لله أنا مطمئن جداً الله لن يستجيب له في هذا المسكين الظلم الآخر لن يستجيب الله لا يمكن لا يمكن أن يستجيب لهذه الأهواء الطاعشة التي إن دلت على شيء فإنما تدعو على انبتات الصلة بالله لا صلة لهذا بالله وقد أيها الإخوة حطوا عبر حياتي كلها أن أولياء الله الذين ثبت لدي والله عز وجل حسيب كل أحد بدلاء الكثير أنهم فعلاً من أولياء الله يا أخي لديهم تورع أكثر من عجيب وأكثر من غريب في الدعاء على عباد الله لا يكادون يدعون على أحد وإن ظلمهم وجار عليهم وفعل وفعل شيء غريب جداً جداً فإن طف صاعهم كما يقال فإن طف صاعهم وفاض كاسهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكي وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير من العباد وكفى بها كفى بها مخيفة بها مخيفة الله ستولى الموضوع لكن بعدل لأنه على صراط مستقيم لا إله إلاه وأيضاً من رحمته وسعته أنه قد لا يعاجل عبده الظالم بعقوبة في الدنيا لما سبق في علمه من بعض الخير الذي لا يزال عند هذا العبد فيبسط الله يده بالتوبة لعله يتوب ثم يرضي صاحب الحق فيتوب الله على الإثنين ويدخلان جميعاً الجنة بإذن الله الله يحب هذا وينبغي نحن أن نحب ما أحب الله أن نحب ما أحب الله فالدعاء خطير إذن تربي عليه أيها الأخوة قبل أيام شاهدت مقاطعة هزتني هزاً لعلّا هي التي أوحت لي بهذا المعنى هزتني هزاً في مسألة لن أقول تافها ليس في العلم توافه أيها الأخوة لكن مسألة فرع فرع فرعية وهي من مستحدثات ومبتكرات العصريين بمعنى أنها خالفت إجماع المفسرين يعني كل المفسرين السابقين كانوا على رأي فالآن طبيعي جداً حين يأتي الشيخ الفلاني ويكرر هذا الرأي هذا الرأي جمهور مفسرين لماذا ينبغي أن يكون الرجل عبقرياً مثلك يعني أنت المنتقد يعني إيه؟ وأن يهتدي إلى الرأي الجديد الذي ربما لعلّه لم يسمع به أصلاً وإن سمع به ليس ملزوزاً أن يوافق عليه وأن يصادق عليه طيب هذا جداً لو سألتني أنا أنا رأيي فهجمهور مفسرين لو سألت هو هي نفس الشيء هذا رأي الجماهير يعني هناك مسألة بسيطة جداً جداً وشوف يا أخي مقطع الفيديو هذا يأتيك بالشيوخ معمميين وبلحة وناس أفاضي وكذا لعنة الله عليك يا يهودي يا كافر يا منافق يا كذا وكذا وكذا بألفاظ والله يعفوا اللسان عن ذكرها يلعن المشاكل لماذا؟ ماذا قال هذا الشيء؟ إنجازت لعنته لأنه قال بهذا الرأي إذن انتبه انتبه افتع عينيك أنت تلعن كل مفسري على الأمة حتى من طائفتك حتى من طائفته كل مفسري طائفته والله على الرأي نفسه يعني أنت تلعن ألوف المفسري من أولياء الله وعباد الله الصالحين من أجل ماذا؟ من أجل أن يسوي حساباته مع بعض المعاصرين الذين يبغضهم لسبب أو لآخر تغض النظر يا سيدي حتى لو أبغضته وكرهته أين العدل أين الإنصاف أين تقوى الله تبارك وتعالى أصبح الدين أيها اليوم مهزلة ومسخرة أستغفر الله العظيم ما هكذا يوقّر الله ما هكذا يوقّر أبشع ما في هذا المشهد كله تعرفون ما هو؟ الموقف من الله صورة الله في نظر هؤلاء كيف هي؟ أنه برسم أن يلبي هذه الدعوات وهي اجتراء وقه على عدل الله تبارك وتعالى وعلى رحمة الله كيف يمكن؟ كيف يخطر لك أن تدعو بمثل هذه الدعوات؟ إذن الساعة أيها الإخوة من الموضوعات أعتقد التي ينبغي أن نعيد فيها النظر مسألة المسامحة خطر لي فيها أيضا خاطر جديد لطيف أحسب إن شاء الله تعالى ليس المطلوب فقط أن نسامح أيها الإخوة من ظلمون ممن هم أمثالنا أو أضعف منا وهكذا يغذي في أنفسنا أيها الإخوة حس التفضل أننا أفضل منهم هم أصغر منا أصغر منا سلطة أنا صاحب سلطة مدنفذ وهم رعية سوخة أصغر منا علماً مالاً نسباً شهرة مقاماً اعتباراً وحيثية لكننا سنغفر لهم سامحهم الله جميل أن تسامح كل من ظلم وكل من تعدى لكن أيضاً مهم هذا لنا أنتفت إليه أن نسامح من هم أقوى مننا من هم أكبر مننا من هم أعظم مننا تقول لي كيف أقول سامحه؟ نعم سامحه أنت لا تستطيع أن تنال منه بيدك أو حتى بلسانك وأنت تصل له هذا اعترض حاكم هذا رجل كبير في الدولة وأنت تصل له أصلاً وأنت تشوفه لا تستطيع أن تصل إليه لكي تشفي غيظك لكنك الآن تريد أن تسامح سامح وادع الله أن يسقط عنه الذي لك ما الحق اللهم إني أشهدك أنا سمحته بحقي سمحته بعرضي سمحته بمالي سمحته بمظلمتي رجاء أن تسامحني يا رب العالمين يوم الدين خليك هيك وحيص طبعاً هذا منطق العبودية تعرف لماذا؟ أنت الآن متأله فيك بروح إلهية الله يعني إذا أقولوا يلهمك الآن معناً إلهياً أنت تنظر ليه ليس من منظور الإنسان للإنسان من منظور من منظور الإنسان للعبد أنه عبد هو عبد المثلوق كلكم تحت سلطان الربوبية في قبضة الإلهية كلكم وكلكم ضعيف ألم تسمعوا هؤلاء الكبراء العظماء حين يحطمهم المرض السرطان وغير السرطان كيف يعودون ضعافاً مساكين ذاوين يطلبون الدعاء من كله من عرفه ومن لم يعرفه عبد هو مساكين هذا فقير هذا وقد ينزع من ملكه طبعاً وقد يُعدم ويلقى به في السجن الله أعلم ما مصيره عبد في نهاية المطاف هو عبد يحتاج إلى المسامحة وطبعاً أنا أسامحه نعم لأجله ولأجلي أنا وهذا أكثر لأجلي أنا لأجل ألا أبقى منطوناً على ماذا؟ على حقد وعلى مرارة وعلى نزعة ثأرية انتقامية لا أقول لي هذا أشعر أن هذا يضر بإنسانيتي لا أحب هذا لا أحب هو ضرر إنسانيته والمسكين استنزفها بظلمه لي ولغيري أنا لا أحب أن أستنزف إنسانيتي أحب أن أسمح له وأنا أدعوه إذن أيها الإخوة وهذا أيضاً له تضمين أخطر من هذا ترددت أن أقوله لكن سأقوله تعرف إذا فعلت هذا ستشعر بالرضى عن الله نفسه أكثر رضي الله عنهم و رضي الله عنهم طب إذا لم ترضى عن الله لماذا تكون أنت؟ ساخط على الله أستغفر الله تقول لي فيه طبعاً ممكن ممكن كثير جداً من الناس من المسلمين يعني ساخطون على الله تبارك وتعالى وهم لا يشعرون لو يحبوا أن يوجهوا هذه الحقيقة هم ساخطون هم ساخطون وممرورون لكن سنعوّد أنفسنا أن نسمح عن الكبراء الأقوياء الذين أكبر منا وأقوى منا عما فرط منهم في حقنا أن أقول لكم هذا يجعون في حالة رضا عن الله تبارك وتعالى كثير من الملاحدة كثير من الملاحدة يلحدون كما تعلمون ليس لأجل حجة فلسفية أو معرفية أو علمية بالعكس لأجل موقف نفسي يعيش حالة غضب على الله حالة سخط على الله هو غضبان أستغفر الله من الله وعلى الله أن أخذ منه ابنه وحيده غضبان فعل حد قال لك وإذن العدل تتحدث عن عدل ومن قال لك بالله هذه يحتاج إلى خطبة هذه يحتاج إلى خطبة موسعة جداً لكن أنا أعطيكم هذا كما يقال إسلافاً تحت الحساب ومن قال لك أن الدنيا مبنية على العدل أكبر أكتوبها لم يقوي الله مرة واحدة في كتابه هذا ما رأيكم؟ ماذا يعني بالدنيا؟ يعني بالدنيا دنيا الناس يعني بالدنيا دنيا الناس الناس يتظلمون الناس في محنة وابتلاء بعضهم يعدوا على بعض والحساب يوم الحساب والحساب سيكون يوم الحساب من قال لك إنما ابن الدنيا على العدل؟ العدل لا يظهر إلا يوم الدين وهو يوم العدل ويوم القصط أيها الإخوة لمن الملك اليوم حيث لا سلطة ولا تصرف إلا لله وحده والله هو العادل لا يلا هو وهو على صراط مستقيم ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلموا نفس شيئا الدنيا ليس مبنيها على العدل المسألة تحتاج إلى تفصيل مهم من هنا ألحد كثير من الناس أين العدل؟ ليست مبنيها على العدل مبنيها على الإبتلاء على المحنة على الاختبار دار اختبار هذه دار اختبار انتبه فهو غطبان على الله أن أخذ منه وحيده أو أخذ منه زوجته التي يحبها جدا أو كرثه في ماله أو في صحته أو إلى غطبان وهو لا يعي غضبه هذا ثم يبدأ أيها الإخوة يتعلل أو يعتل بما يسمى بالحجج العلمي والفلسفية ليعود ملحدا عند نفسه وعند الناس لا أنت غطبان على الله ولست ملحدا عن حجة وعن تفلسف لا بد أن تعيى نفسك مثل هذه الحالة من التدريب والاجتهاد أيها الإخوة على المسامحة مسامحة الكبار الذين ظلمون وفرطوا في حقوقنا وداسوا علينا تعلمنا أن نكون أكثر رضا عن الله فنصع إلى حالة نسأل الله أن يوصنا إليها حالة رضي الله عنهم حالة الرضا بحيث لو استقبلنا أو أتيح لنا أن نستقبل من أمرنا ما استدبرنا ما اخترنا غير ما اختار الله لنا وهذا شيء عجيب وديع وكبير جدا نحن أصغر من هذا أضعف من هذا لكن هذا هو الرضا هذا هو إذا أردت تعريفا جامعا مانعا تقريبا للرضا هذا هو الرضا لو استقبلت من أمرك ما استدبرت لم ترضى بغير ما كتب الله لك أيضا يذكرني بمسامحة من هم أكبر مننا أيها الأخوة بالامتنان لمن هم أصغر مننا بالعكس تماما طبيعي أن الناس أيها الأخوة يمتنون لمن هم أعظم منهم الذي يكون أعظم منك في أي شيء ويزد إليك يدا معروفا يعني يدا بيضاء أنت تمعن طبعا توغل في تبجيره في الامتنان له وترسل له الرسائل ويا سيدي ويا كذا وإني لأدعو الله لكم جميل حتى لا تكون جاحدا كما قلت حتى لا تكون جاحدا سائل على قدمين من أخص خصاص لأنه جحود سوف نفصل في هذه بعيدة قليلة لكن عليك أيضا أن تتعلم الامتنان وإظهار الامتنان لمن هم أصغر منك وعضعف منك وأقل منك في باب أو في أبواب من أبواب الاعتبارات عجيب مهم جدا أخذوا هذا المعنى الجميع اللطيف أيها الإخوة أولادنا ينظر عند الفرد العربي لا أقول لك ثقافتنا بسيطة وسطحية وساذجة ينظر عند العربي أن يشعر بالامتنان لأولاده خرفني حدثني في موضوع آخر يا رجل الامتنان أنت قاعد إيش بتخبص شيء؟ أنا؟ هم ينبغي أن أولدهم قال تعالى وقال رسول الله فاهمنا 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 أفهم بس عمّق نفسك إذا بدك قال الله حتى قال الله كمان وقال الرسول أشياء في غير وعيك الآن أنت في غير وعيك النبي قال من أراد أن يبره ولده واذا بدك بره؟ أنت بدك تبره أيضا في الأول فلتبره أنت أول أنت بدك تعرف حق أولادك عليك فضل أولادك عليك فضل؟ الحقوق فهمناها الفضل أيوة أيوة الفضل الذي يوجب تشعر بالمنة ما هو؟ أنا أقول لك أعظم منة يا رجل أنهم هنا أن لك أولادا اسكي أنت سل من حرمه الله من الأولاد هذا شيء يبكي يبكيني والله وادعو دائما لمن حرم الله أن يعطيه سل من حرموا من نعمة الولد عن قيمة الولد معنى الولد في الحياة سيقسمون لك صادقين بغير مثنوية واستثناء أنهم ينسلخون من كل ما أنجزوا من علم من مال من سلطان حتى خاصة إذا تقدمت بهم الأعمار نتبه حين يكون شاباً لا 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 المال عنده ربما أهم من كل شيء حين يخطو حاجز الأربعين حين يجاوزه يقول لك خذ مني كل شيء ليس أنا ملك خذ مني ملكي خذ مالي خذ كل شيء وأعطني ولدا من صلي يناديني بابا أو ماما طبعاً أنت خمسة، ستة، سبعة يا رجل أكبر منا لابنك عليك أنه أشعرك بمعنى الوالدية خلاك والداً لا ترى حالك أنك والد وتشعر بمعنى الوالدية وتشعر بمعنى الأمومة هذا بفضل أبنائك ستقول لي ما اختروا ما الفضل هذا؟ ولا أنت اخترت كمان تجيبهم الله يجبك إذا أريدك بهذا المنطق حتى أنت لم تختر الله هو الذي اختار ورزق لكن دعنا نكون بشر بشراً نتواصل كبشر بتواضع البشر أنا أمثن لأولادي أشعر بمنتهم أيضاً تعرف بهذا المنطق حين يقصر أولادك في حقك ما الذي يحصل؟ تبلحها عادي ومن أحلام يكون عادي تبلحها من روبرتين وعشر وعشر ومئة أزدوا إلي الكثير وقصروا في القيطة طبيعي وحين لا تفهم هذا المنطق ولا تصدر عنه يجن جنونك كيف تصرخ دائماً وتتمرر وتشكوهم إلى أعمامهم وأخوالهم وأجدادهم وجداتهم وإلى الأصدقاء والجيران شفتوا العققة أولادي ولو عاملتهم بهذا المعاملة وأشعرتهم بفضلهم ومنتهم لأصبحوا أكثر من رائعين سيستوعبوا هذا مرة على مرة ستحسين طبيعة العلاقة مختلفة ستقول لي هو ينطبق على الزوجة مئة في المئة ينطبق على الزوجة أيضاً فكرة العربية بالذات والفهم السيء إلى النص الإسلامي أن المرأة هذه مفروض تسجد ليل النهار أصلاً ولا لها أي مزيئة من قال لك كلام هذا؟ غير صحيح بالمرأة هذا كلام هذا سوء فهم في النص لها مزيئة وأي مزيئة وهي طريق إلى هؤلاء الأولاد الذين على ضوء عيونهم ترى دنيا الله عز وجل هي الطريقية الوسيلة ستقول لي هو لو كانت غيرها لما أتاك هؤلاء الأولاد بالذات وأنت لا تستبدلهم بالدنيا وما فيها لا تستبدل الدنيا وما فيها بهم تريد هؤلاء الأولاد بالذات هم هؤلاء يحملون نصف جينومها لولاها لما أتوا إذن هذا أول مزاياها أول أفضالها عليك وطبعاً أنت لك أفضال عليها عادي لكن أنت تطلب دائماً بأن تشعرك هي بالإمتنان وأنت طيّر؟ أشعرها بالإمتنان لها فضل غير طبعاً كل ما تقوم به الزوجة غير مجرد وفائها لك حبها لك كان يمكن أن لا تحبك إذا رزقها الله حبك امتن لهذا امتن لهذا امتن له أولاً ثم امتنه ايه؟ ده ثانياً حافظت على شرفك على فراشك على سمعتك وعلى مالك يا أخي منا عظيمة جداً هذه فلنتعلم يا إخواني إذن أن نسامح من هم أكبر منا وأن نتعلم أن نمتن لمن هم أدنى منا وأصغر منا أنت كاتب كاتب كبير أنا أقول لك امتن لجمهورك لولا الجمهور الذي اشترك كتابك وقرأه ما كنت كاتباً كبيراً لعيشت ومت دون أن يعرفك أحد أليس كذلك؟ هناك كتاب زيك وكذلك عالم وخطيب وصحفي ومعرف نفس الشيء بالجمهور وحتى القائد المظفر في الجيش لولا الجنود الأشاوس الكماء الشجعان الجريؤون ما حقق النصر ما حقق النصر ما حقق ما حقق ينبغي أن نمتن لمن هم في ولايتنا لمن هم أدنى منا وأصغر ينبغي أن نبني هذه الثقافة ستقول لي في نهاية المطاف أنا ألمح أن هذه الثقافة في نهاية المطاف فعلاً ثقافة إنسانية لأن هذا الإنسان الإنسان لا يستغني كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه يستغنى وهذا حين تتسرب منه إنسانية واضح اللهم يمدحه أم يدمه يدمه عندما يشوف حاله استغنى من الذي يستغني؟ والله ما أحد في غنى طبعاً أقول لك طبعاً ما أحد بغنى عن الله طبعاً على إطلاقها والله ما أحد بغنى عن عباد الله ما رأيك؟ ولا واحد على الإطلاق ما تكون؟ لحظت شيئاً من أحجب ما يكون ولم ألتفت إليه إلا قبيل أسبوع تقريباً ما هو؟ في كلمة تقال عند أهل الله وعند الصالحين لكل شيخ طريقة ما تفهمتاش مليحناً كنا نفكر طريقة ظاهرية هذا نقشة بندي وهذا سطوحي وهذا دسوئي وهذا مش عارف جيلاني وهذا رفاعي لا 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 شيء مختلف تماماً المقصود لكل شيخ طريقة طريقة في إنجاز ما أكرمته به السماء بمعنى وجدت الحجب يا أخواني يعني تجد شيخاً معيناً له طريقة في شفاء ضروب معينة من الأمراض الله عز وجل يجري على يديه هذا المبارك شفاء أمراض محددة عجيب أمراض أخي يقول لك مباشرةً وصادق هذا المرض لا حيلة لي به القدر لم يكرمه به أكرمه بهذه القائمة الأمراض واحدين ثلاثين غيره لا طب لو مرض هو أو زوجه أو ابنه أو ابنته بالمرض خارج اللائحة يحتاج إلى شيخ آخر ولي يحتاج إلى ولي وفعلاً يأتي الواية الآخر هذا لا إله إلا الله لماذا أحوج الله وليه إلى وليه؟ لكي يقيم عليك أي دليل العبودية يقول لك لا تنسى عبد أنت عبد ملائكة عباد أيضاً ولا يعصون ما أمرون به وأنت لا تنسى نفسك المشكلة الملك لا ينسى الملك لا يستحسر ولا يضعف ولا يفطر الإنسان يستحسر ويضعف ويفطر وكما يقول في ذات الخطبة وهو لي جداً ولا دائني ويمكن أن يستحر حتى شيطاناً مريداً ينسى وممكن يفتن ومن هنا قيل الحي لا تؤمن عليه الفتنة نسأل الله يثبتنا الحي لا تؤمن عليه الفتنة في صحابة فتنة ولا لا يوجد شيء فتنوا صحابة ليس فقط أولياء وصحابة رأوا رسول الله والنبي أخبر عنهم وقال هؤلاء إذا دخلت أنا الجنة لا أراهم إلى أبد الأبدين لماذا تعب رسول الله؟ حدث أم سلمة بإستاذ صحية عند أحمد هو في الجنة وهم في النار ليس حشوهم خالص انتهوا يعني معناها خالص راحوا طبعاً طبعاً نسأل الله يثبتنا وهذا المعنى الخطير لموضوع ماذا؟ الخاتمة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة أحسن الله ختامنا جميعاً وجمعاً بفضله ومنه لا بأعمالنا هنا الرهان يا إخواني هنا الرهان في معنى آخر والأفضل هي أن لا نطيل أنه خلص هذا تدخل في خطب أخرى الأصالة يا إخواني ينبغي أن نتربع الثقافة تكون ثقافة الأصالة ما معنى ثقافة الأصالة؟ أن يكون هامش الحرية الذي يتحرك فيه عقلي ووجداني وسيعاً جداً أتركوني بالله عليكم وهذا الخطاب لأبي وأمي ولأستاذي ولشيخي وأخواني وأخواتي وللمجتمع لأمتي أتركوني بالله عليكم مع قلبي قلبي مطمئن قلبي نافر أتركوني لماذا علي أن أحب ما تحبون وأن أنفر مما تنفرون حتى ترضوا عني وتعتبروني امتثالياً ومتماثلاً وتعطوني براءة براءة أنني لست المتمرد لست الخارج لست كذا ثم لا تلعنوني لا 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 اتركوني حراً أنا أقول لكم مجتمعاتنا العربية والآن نتحدث عن الحرية السياسية طبعاً من أمس ما ينبغي لكن صدقوني قبلها 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 حريات كثيرة نحن محرومون منها والله الحرية السياسية بغيرها لن تسوى شيئاً ستكون بعد ذلك إذا لم ننجد حرية الأخرى قايداً من القيود أيضاً بمعنى أو بآخر ولأضرب لكم مثلاً حتى يدخل في الفلسفيات قبل تقريباً عشرة أيام حين سمعنا عن العمل العظيم الذي قام به منشئ الفيسبوك الفيسبوك بالإنجليز يقولون زوكار كلمة ألمانية جبل السكر هو وفعلاً سكر هذا الشاب ما شاء الله عليه يبين الحادي والثلاثين الذي أعلم أنه تبرع تسعة وتسعين في المئة من أسهمه وزوجته طبعاً ذات الأصل ربما الأصفر لا أعرف في أبانية أو فيلبنية لا أدري وهذا يساوي خمسة وأربعين مليار دولار لا يهمنا بعد ذلك التحليلات وضرائب هذا لا يهمنا أنا يهمنا أن أحسن الظن في البداية وهذا هزني يعني وأسعدني جداً ودعوت له ولزوجتي ولابنته بالسعادة اللهم أسعدهم في الدنيا والآخرة عمل عظيم بلا شك وجدت تعليقات ساخرة سمعتها حتى من بعض الناس على زوجته طبعاً خمسة وأربعين مليار يعني الرجل ما شاء الله يعني من أغنى أغنياء الدنيا زوجته من الشعوب الصفراء ليست على مقاس العربي مقاسي ومقاسك يجب أن تكون غربية أوروبية أمريكية كندية شقراء طويلة بعينين عسليتين أو خضراوين أو زرقاوين ولا أعلم طبعاً وبعضهم يعني علمهم علق بتعليقات غير مناسبة فكرت أنا قلت لو عسانا طرحنا سؤالاً هذا السؤال سيضعنا مباشرةً أمام أيها الأخوة مصيبتنا في أنفسنا التي لم نواجهها تقريباً لا نحب أن نواجهها مصيبة حقيقية المصيبة لدينا ليست في هذا الرجل السؤال ببساطة بخمسة وأربعين مليار ألا يستطيع أن يتزوج أجمل جميلات العالم في عينيك وعينيها أكيد طبعاً أكيد أكيد ملايين الفتيات سيهرعنا إليه ليكوننا خدماً عند قدمين ملايين لكنه لم يفعل إذن هو ليس متورطاً كما ترى متورط معه الفلبني وكذا طرحك أنت المتورط أنت متورط حتى فرقك دون أن تدريه أنت ضايع أنت ضايع دون أن تدريه ما الحكاية؟ الحكاية أن الرجل أصيل في حبه أصيل في مشاعره أصيل هو يعلم حين رأى هذه السيدة الكريمة يوم رأى أن قلبه دق لها دق لها لم يدق لأي ممثلة من ممثلاته الهود لم يدق لأي شقراء أو صفراء أو حمراء أو زرقاء أو خضراء لم يدق لهذه دق الأرواح جنود مجددة هو حر لماذا تدس أنت أنفك في شأنه العاطفي لك علاقة بقلبها أيضاً يا عربي يا طاغوت لكي تعرف من أين الطغيان كل هذا الطغيان الذي نحن فيه تعرف أكثر ما يزعج ويقلق يا إخواني والله العظيم حين أنظر في نفسي وأنظر في الناس وفي إخواني أقول هم الآن واديعون طيبون ماذا لو استلموا سلطة ويترجع عندي في الأعم أنهم سيكونوا طواغيت أشد من أولو الطواغيت والله العظيم أعرف هذا علمياً كيف يمكن أن يجر هذا الموضوع الثقافة معطوبة إلى الآن ليست ثقافة فيها صدق ليست أصيلة ما معنى الأصالة؟ الأصالة أن يكون ما تظهره لك حقاً تظهر فكرة فكرتك أم أنك بلعتها ترددها كماء النوافير ماذا هو الماء؟ طالع نازل هو نفس الماء على فكرة كمية من الماء محدد والكل يرددها بعد ذلك كماء النفورة ليس كماء النهر الذي يجري أيها الإخوة لا هذا الإبداع الإبداع ماء نهر التكرار والتقليد أيها الإخوة الإفتعال والإدعاء ماء نافورة هو هذا الأصالة في العواطف في المشاعر في المشاعر أن تحب حين تحب بقلبك أنك لا بقلب أمك أمّ ارتحت لها يجدخلي فأمّي أنا الذي سأتزوج أنا لم أرتح لها أمّي حبّتها خالتي قالت أختي الكبيرة قالت فيها ما يهمنيش لكن هذه التي أحببتها سخرت منها أمّي خالتي تقريباً يعني جاءتها حالة غماء هذه ابن أختي صام صام وأفطر على ما علاقته كبير العجيب أننا بنينا ثقافة يا إخواني تجعل هاجسنا تصديق توقعات الآخرين منا تعرفون كيف يعني يعني أنت شيخ أمثّل بنفسي أنت شيخ ابني توقّع من الشيخ كل حوته كبيره ويلبز دجداش وعمامه مش هعمل سأكذبك ألف مرّة في توقّعاتك لن ألبس كما تريد ولن أحكي وأرطم كما تتوقّع مني سأحكي وألبس كما أنا مقتنع وكما أنا مرتاح بوافقك كذا؟ أهل وسلم ما بوافقك؟ في غيري في دكاكين كثير مفتوحة هاجسنا أيها الإخوة أن نصدّق توقّعات توقّعات الناس منا أمي تتوقّع أن أحب من أحبت هي ألا غلط مش حيصدق توقّعها محترام إليك وعلى عيني وألف راس كمان أمي هذه لكن لا زُكر مان هذا أو تسُكر بيرك عفوها فقط أقول مان زُكر بيرك هذا هو تزوّج بمن أحب وهو سعيد ووضح أنه سيكون سعيداً ووضح أننا تُعساء وسنظل تُعساء حتى نتعلم ماذا؟ الأصالة وأن نكون أوفياء لمشاعرنا لماذا؟ لماذا؟ أكذب مشاعري وأكتب ألعن أحدهم وأنا معجب به مستحيل لن ألعنه سأترضّى عليه وأقول أحبّه وأرفع له القُبّعة سيلعنوني قومي يلعنوني مهمني أنا مرتاح له هم تعبنون هم كذبون هم مزيفون دائماً صدّق توقّعك من نفسك استثمر في إنسانيّتك في شخصيّتك إذا شعرت بشيء قُله أصدر عنه بغض النرى عن توقّعات الآخرين هذا العبد الذي يرضاه الله هذا العبد الذي خلقاه الله الله أعطاك الحرية بإزائه لا إله إلا هو لماذا يأخذها الإنسان مثلي؟ فهمتم كيف؟ لماذا؟ من أنت؟ الله عز وجل شاء أن يجعيني حرّاً إزاءه وقال لي يا عبدي بتقدر تعبدني وتقدر تجدّف حقي بس الحساب يوم الحساب بس بتقدر أعطيتك حرّية مش هاشلّك مش هقض عدابرك مش هقصف فقارك لأنني سأعطيك فرصة طويلة تكفر وتلحد وتجدّف وتكذا لأنني شئتك أن تكون حرّاً ومن هنا أنت خليفتي فيه هذا العالم في الأرض طيب الله يعاني إزاءه حرّاً أكون إزاءك عبداً باسم ماذا؟ أو بإزاء المجتمع لماذا؟ خطأ كبير فلسنا أصلاء في عواطفنا وطبعاً بالحرية لسنا أصلاء في ماذا؟ في أفكارنا أن نردد ما يوضعي في أفواهنا وما يُحشى في أدمغتنا حشواً بالجملة بحشوا بالجملة بالمجرافة كذا بيجرّفوا مجرّفوا لا هم درسوها ولا سألوها ولا تقصّوا بشأنها ولا أنت درستها ولا سألتها ولا تقصّيت وبتردّد فعاد خليفة الله ببّغاً أو عاد خليفة الله قردًا في النهاية أعوذ بالله حاشاك حاشاك حاشي نفسك أن تكون كذلك فالأصالة مسألة مهمّة جدّاً يا إخواني والأصالة علاقتها بالحرّية هي علاقة علاقة ترجمة وجهان لعملة واحدة في الحرّية في ماذا؟ في أصالة هذا سلّ الإبداع على فكرة لماذا؟ المبدعون العظام يبدعون لأنهم دائمًا يتحرّقون أيها الإخوة بأصالة لا ينفهم ملزمة أن يتحرّق إلى داخل النمط داخل البرادايم طيب البرادايم الكل موافق عليه وعني الناس العظماء في العلم لكن أنا لا أرى أن هذا لا يصلح دعني أفكّ في برادايم آخر يمكن مرة أن تقول لكم أي طرفة لطيفة جدّاً وتذكر فعلاً في هذه الدراسات تتحدّث عن العطر وعن الصندوق وعن الصندوق والأشياء هذه جميلة جدّاً جدّاً تقول أن هناك رجل بسيط مزارع فقير كل يوم ينتخل من بلدة إلى بلدة أخرى لكن البلدة تتبع دولة وتتبع دولة المجاورة فيه طبعاً الجمارك أشياء تجمرك هو لا كان كل يوم يدخل معه رزمة برسيم كبيرة تعرفون برسيم أعرف ماذا؟ حشائش فقط هناك شيء ثاني يضعه يفحصوا يكون خبّ بشغلة لا يوجد لديه متسكل قديم وضع عليه برسيم وكل يوم طالع نازل طالع بعد فترة اغتنى أمرت عليه الغناء الرجل وبنى عمارة وصار عنده سيارة ما هي القصة من أي لكة؟ قال من تجارتي؟ قال أي تجارة؟ البرسيم لا يأتي به قال ما هي البرسيم؟ تجارة المتسكلات هو كل يوم يدخل متسكل متسكل وعليه برسيم ترى أنت الضابط هذا الأوفيسر تبع الجمارك البردان يمتبعوا أنه محدود في في البضاعة البضاعة التي يحملها هذا المتسكل الخربان هذا ما خطر على باله مرة أنه يكون متسكل هذا نفسه المتسكل يعني أنه هو نفسه البضاعة تخيل هذا الرجل الذكي فكر بهذه الطريقة وقدر يضرب ضربته عبقري هذا عبقري كذلك العبقرية فكر دائما خارج البردان طب تقول له كيف؟ لا 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 كون حرا فقط لو كنت حرا ستفعل تلقائيا قبل أيام جرى بيني وبيني نقاش هي تدرس السيكولوجيا فحدثنا عن الموهبين قلت له شوفي بابا أنا لا أخاف على أي واحد موهوب الموهوب عطية الله كذا سبحان الله وهذا تصبح عبقري في الأخير هذا قلة قليل جدا هذا لا خوف علي لأنه يتسم بإصرار وبعناد لا لأجل العناد ولا لأجل الخروج على سواء الصراط لا لأجل تحدي المجتمع إزعاج المجتمع طبيحته كموهوب كعبقري تفعل هذا ولذلك لا خوف عليه في النهاية هو سيبلغ ويحقق علم الله فيه كنت تعرف بابا؟ اليوم لبروفيسور حكى نفس الكلام قال لنا الموهوبون الموهوبون لا يعنيكم من أمره معني الشيء الكثير هم سيحققون ذواتهم بطريقة أو أخرى بطريقة؟ أقول لي هل كنت أنا موهوبا؟ وربما قاتلوا موهبتي في المهد لكن بأسليب خارجي عن المعتاد أسليب الاضطهاد حقيقية ممكن طبعاً كان هناك المطاف حتى العبقر كان يقتل كما قتل لفوزي يعني يوشنق يخسر رأسه أصلاً ممكن هم يخسروا رأس موهبتك بطريقة أخرى في الصغار شيء فظيع فعلينا أيها الإخوة أن نوكر الحرية أن نعيدة الحرية أي توقيرها أن نكون أحراراً لنكون ماذا؟ أصلاة وصلاة في أفكارنا وصلاة في عواطفنا لا يهولنا كثرة من يخالفنا أيها الإخوة وقلة أو يوحشنا قلة من يوافقنا أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم مزيد الهداية والتوفيق وقول قولي هذا وأستغفر الله أيها الإخوة الحمد لله الحمد لله الذي يقبر التوبة عن عباده ويعفو عن الصيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وارض عنا وأرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرتاً ولا همّا إلا فرّجتاً ولا كرباً إلا نفّستاً ولا ميتاً إلا رحمتاً ولا مريضاً إلا شفيتاً ولا غائباً إلا رددتاً ولا أسيراً إلا أطلقته ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه برحمتك وفضلك ومنّك إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكّرون وأقم الصلاة